كل التهيريين بولا انت راضي عن ادائهم راضي عن شغلهم عن طريق التفكير او في اشخاص مثلا مجبورة تكونين عم تتحالفين معهم بس مثلا ما بيمسلوك ما بيمسك خائراتهم لا بدي اقول لك نحن يعني اذا اتفقوا ممشي معهم على شو بيتفقوا بس اكيد يمكن مش كلهم بتوافقيهم لا في اوقات منختلف ببعض المسائل بس ما عم نختلف على مقاربة وضع البلد ما عم نختلف على العلاقة مع المنظومة ما عم نختلف على هيدا المسائل هيدا المسائل محسومة عندنا هلا بيصير في بعض الاخطاء بيصير في بعض الهفوات بيصير في بعض بتصير ما لح نجلود حالنا ونجلود شخصيات دخلت الان الى عالم السياسي وما كانت اذا بدك قبل موجودة ضمن هيدا الاحزاب التغييرية يعني ليصار هالاسبوع مع نائبة نجاة صليبة عون ما انا يعني ما بعتبره انه جلد او انه شي اللي نقال فيه مسئولية صحيح شي اللي نقال فيه مسئولية وشي اللي نقال هو غلطت كثير ولذلك اعتذرت في البعض ممكن ما عجبون حتى اعتذاره في ناس هايدي طريقتهم يعني في ناس ما بيحبوا يقولوا غلطنا ماش الحال منه مشكلة بس بتقلي بقلك واضح انه شعرت انه غلطت وشافت ادي رياكشن الناس ادي ردت فعل الناس كانت سيئة هلا بس اذا هي بتفكيرها يعني الشي اللي قالته هو بمثلة لا ما بعتقد بمثلة بعتقد اللي صار معه هو اكتر اذا بدك يمكن هيك راحت بهالة المجلس وهالة واستقبلها بهالة الرئيس بالرئيس يمكن ايه ممكن ممكن تكون تأثرت عنده هالة بمطرح ما انا لقلي ولا سقطت مع الثورة لا لا ماش ايه اكيد سقطوا سقطوا كلهم الهلات عم بحكة ايه بس انا عم بحكة اليوم على صعيد انساني نحنا بشر و يعني ما بعرف شلي هل قد خليها تروح لبعيد بكلامة بس بعتبر انه رجعت قالت مدرسة مش يعني مدرسة جيدة او مدرسة شي منيح هيدا كمان منيح انه فضحت انه مدرسة لما نعمل مثله مدرسة لما نتصرف مثله ما عم برر ما بدي حدا يشعر انه عم برر انا هيدا الموضوع مسني لقلي ومش انه استغربت نجاة نجاة هي قارت الحنكة السياسية اللي عنده اياها الحنكة ما بعرف قديش كمان تجي بالمحل يعني شي في قصة المدرسة فيها مدرسة تكون عاطل بس الخبرة الخبرة والحنكة شي جيد كمان يعني فيكن عندك خبرة بالاجرام وخبرة بالسرقات وخبرة بكل شي بكل الاحوال بعتقد انها اعتذرت وبعتقد انه خلينا نشوف كيف لح تشتغل من هلأ وراية كيف لح تصرح كيف لح تقارب الناس اللي حملونا مسئولية كلهم يعني كلهم نحنا انتخبونا ما بدون حدا من هؤلاء انتخبونا لانه ضد كل هيدا الطبقة وبعتقد انه واعي دكتورة نجات علن عمال وما بعتقد انه هيدا الخطأ لح يتكرر والدليل هو الاعتذار وانا بوسق بالفريق اللي حده المسيس الجيد يعني كمان خلينا نقول هيدا دكتورة اكاديمية جاية بتشتغل بالموضوع البيئي بالموضوع اللي هو علاقة بالأير بولوشن اللي منى كل عمره بالحياة السياسية حتى يعني بكتير من المواضيع اللي ممكن نحنا بنعتبرها بديهيات بعض النواب ما بيعرفوا هذه البديهيات بالسياسة مش كلنا جايين من من زمن من تاريخ في كتير السياسة وعشنا واختبرنا كل التفاصيل ساعاتي الرئيس بري معك نافر بالمجلس النواب يعني الكلام اللي وجه لك طريقة الاسكات اللي جربي سكتك فيها ليش ليه بولا يعني لأنه زعجوا الموضوع هلا أكيد بتزعجوا بولا وهذا هذا شي كتير بيشرفني وبيبسطني ما بيزعجني أبدا منا شغل تفوت أنا ملحس لحدا أو أقعد أعمل تطنيب وتفخيم لأي فريق من هذه الأفريقاء اللي وصلت بلد للحديد والمجلس النية مسؤول مباشر عن كل الانهيار بالبلد مسؤول قدما مسؤولين كل البقوي وأولن رئيس بري فبقلك أنه إيه لما بطلع بقل له أنت اليوم عبر البرلمان تستطيع الآن الآن إعادة الاعتبار الخط 29 تستطيع الآن أن لا تقبل بصفقة التنازل عن سقفنا التفاوض تصور أنت عم تطلع تقل له قدام ناسه مباشرة قدام العالم جلسة منقولة عم بتقله أنت هلأ فيك تقر قانون يرجع للبنان حقوقه ويرجع التفاوض إلى النقطة اللي لازم يكون عليها التفاوض اليوم لازم يكون على الخط 29 بعدين قرروا بدهم يتنازل وما بتتنازل قبل ما تكون أخد شي يعني هاي دي بأي مفاوضات بالعالم بتصير شو أخدوا الجماعة تستغنوا عن الخط 29 وباعوا باعونا شو أخدوا أخدوا شي أخدوا شي بيتعلقين ربما بالعقوبات أخدوا ضمانات بالاستمرارية أمر كان بالآخر والإسرائيل برا شو بدهم بدهم أنه نضمن أمن إسرائيل بدهم إسرائيل تنقب براحة ما حدا يقرب عليها إسرائيل مش عم بتنقب عم بتستخرج بس لنا نكون واضحين وتركين الجماعة تصور أنه اليوم بأنون بتقروا بالمجلس النية باللي كله بيطلع بيصريخ وبيعمل لك فيه وعزات بلا وعزاتكم روحوا قروا هيدا الأنون اللي هو معجل مكرر وأول ما ينشر ويصير نافذ أنت بتكون ربط نزاع مع إسرائيل أول ما يصير نافذ تخيل شو قوة البرلماء واللي قادر يعملوا بهذا المجال هو سقط دوره ليه سقط دوره لأنه بده يضل يقول رئيس بردي وغيره مش هل عم ما عم يمدر المرسوم ومظبوط مش هل عم ما عم يمدر المرسوم بس ما أنت قادر تعمل هذا المرسوم هو مرسوم تطبيئي جاية بعد أنون وقر المجلس النية نحن جينا نعدل هذا القانون نفس النتيجة رالف نفس النتيجة يعني حق على اتنين برأيك حق على كلهم من دون استثناء هيدا موضوع دفنينه لأ أنا عم بحكي إذا كرؤسة يعني دفنوا الخط 29 سوا سوا وأنا الخط 29 ماني جيبته من بات بي في بتمنى كل واحد عم بيسمعني اليوم يشوف شو لما يكون عندك لما يكون عندك طرف خارجي مش أنا وإنت مش لبنان وإسرائيل طرف الثالث عم بيقول هيدا حدودكم البحرية هيدا الطرف الثالث شغلته ذلك أن يرسم يحط النقاط وعندك الجيش اللبناني نفس النتيجة بلشوا من رأس النقورة مش 30 كم فوق رأس النقورة وبلشوا بالترسيم على هذه الطريقة في البعض حتى بيسأل ليه في كور لأنه فيه أصول بترسيم الحدود فما حدا جاي هيك من فراغ عم بيقول أنا هيدا حدودة في عنا مستند قوي جدا ومش مستند لبناني مستند من هيدا الطرف التالث اللي عم بيجي يقلك أنا أؤكد أنه هيدا اليوم حدود منطقتك الخالصة منطقة الاقتصادية الخالصة يعني المنطقة اللبناني الزبور كن عم بيستفيد منه حزب الله لا عم بيقلك نفنينه سوا حتى ما حزب الله مدير مراسم الدفن حزب الله طبعا ما في شك شو لكان يعني أنه نحنا من أمتين كانوا يمشوا وراء قرار الدولة اللبنانية ما كل عمرهم بيقرروا هن الحرب والسلم وقامتا بيفتحوا جبهة وقامتا بيعملوا عملية هلأ صرنا نمشي بقرار الدولة اللبنانية إنجاز منيح لما رحوا عصرية أخذوا فيك تعتبر حزب الله خايف من حرب مع أسرائيل أبعرف إذا خايف أو مش خايف هل هو بموقع ضعي لحدا قدر يحمل حرب اليوم يعني في حدا اليوم يخبر لبنانيين إنه قدر يحمل حرب يا عم انتصار قدر حدا يحمل انتصار مش حرب انتصار جديد حدا قدر يحمله هش نتضحك على الناس نتضحك على حالنا متخبى وراء أصبعنا نحنا اليوم وصلونا لمحال ركعوا البلد ركعوا البلد تعاملك باللبرمان يعني اليوم بأول تعاملك باللوماما الرئيس بربي كيف ساح يكون لاحقا إسرائيل أصلا ليش بدأ حرب لبنان تعفش رحلة ليه إسرائيل بدأ حرب لبنان ما عم تستخرج نفط وكمان يعني مستنظرة صيف واعي لا هي قالت إذا أصفوا على الباخرة هددت إنه بحرب تمحي هالمرة لبنان بطريقة أخرى يعني تكون حرب أكيد شفت التصريح اللي صدر تعاملك مع الرئيس بربيب البرلمان كيف رح يكون لاحقا يعني هو أول شي حيوة الإسكاتيك بغلت بكيفية مقاربة تعاطية بالمجلس لأني بعرف إنه وضعي مش متل وضع غيري مني متل أي نايب من اللي بيحبون أو من حشيته ولذلك مقاربة هي مقاربة ضمن النظام ضمن الأنون ضمن حقوقي كنيبة منتخبة بسهول حكاكة ضمن النظام ضمن طريقة بعتقد أي واحد اليوم عم بيسمعك وعم بيسمعنا وسمع اللي حكي هيدا حكي ضمن الأصول أصلا هيدا ضمن الأصول ضمن الأصول البشرية ضمن التعاطي لغوية مش مقبول بكل المعايير مش مقبول وهيدا بفرجه أي وجه تتمتع فيه هيدا السلطة أنا ما بزعلي فرجه عن وجههم اللي بعد مخصوص إنه فيه رجال دولة إنه اليوم رئيس مؤسسة دستورية بده يكون عنده المينموم من الليائة من التصرف من هيدا واجهة البلد الواجهة البلد هيدا اليوم السلطة المفروض بتمثل الناس أكيد أكيد لا شك هيدا كل العالم متفق عليه وكل العالم عرفته بس هو شو كان بيقصد هو شو كان بيقصد ما بيهمني ولا بيهمني ما بيهمك تعرف ما بيهمني شو بيقصد أنا أكيد ما بيقصد زوجك الحالة بيقصد طليقك مش مهمة إنه بيقصد لا بعتقد بعتقد قصده زوجة الحالة بيقصد زوجك حالة رفيقنا بعتقد بعتقد هيك بيقصد لأنه يعني عم بيقول إنه زوجك الحالة رفيق السلطة لا في معرفة هناك معرفة زوجة هو شخص بيشتغل يعني بلبنان عنده استثمارات كتير كبيرة بعد الحرب قررت عائلته انه يجوا يستثمروا بوطنهم ببلدهم ويقامنوا فيه وطبعا يعني كل الاستثمارات اللي عملها يعني اكل فيها بوكس مثل كل المستثمرين اللي لمنهم جزء من هيدا المنظومة ولا من هيدا المافيا يعني كل الشغل اللي عمله هو شغل للأسف يعني دفع تمن كتير غالي ورغم ذلك ايه بيعرف اكتريت الاشخاص اللي بتشتغل بالحق للعام الموجودة بالحياة السياسية مش من هلأ من ايام بيه فوالده الله يرحمه كان شخص بيعرف كل بس انه هل في صداقة وحميمية وهيدا لا اكيد لا كان عبي جارب يضرب بمطرح معين يضرب سمعة لاليك ما بيهمني شو عم بيعمل عم بيضرب سمعة انه انه هو يعني ازا ما اعتبر الصحبة معه ضرب للسمعة ما بعرف ازا ما اعتبر حاله هو ضرب للسمعة ما بعرف وما بيهمني اوقف عن عيد المسائل رالف بيهمني اليوم في عمل سنسيسي عم نقوم فيه مفي مشكلة وجوابتك بكل صراحة يعني اكتر من هيك شو بدي جيوبك عم جيوبك بصراحة تم اه في معرفة موجودة بس صحبة اكيد لا ترقى الى حتى الصحبة السطحية حتى ابدا اشتركوا في القناة